أشهد أن لا إله إلا الله السرور بالله لو أنا فرحان بربنا مين مين يقدر يزعلني فرحان بربنا عارف أنا عايز أفراحك النهاردة لما تبقى فرحان بربنا الله لا تأخذه سنة ولا نوم جل جلال الله ما يصحش نقول كده بس مش هتطلبه يقوله نايم لا تأخذه سنة ولا نوم هو الحي فادعوه مخلصين له الدين الجن والإنس يموتون كل من عليها فان كل شيء إنهالك إلا الله فلما تبقى فرحان بربنا خزائنه مملوئة لا ينام حي لا يموت تبقى فرحان على هذا الدوام قادر قاهر معطي غني كريم لطيف عفو رحيم ودود قريب لما تعيش الفرحة بربنا انت هتبقى في زهول عن هؤلاء الخلق الجملة اللي بنقولها دايما أن هؤلاء الخلق سرحان في ايه يا ولد أن هؤلاء الخلق أن هؤلاء الخلق الواد محمد ده والواد وليد والواد أحمد الهيال دولك ها دماغتهم في ايه ضربنا لما شفت لما شوف الواد وليد ده سرح وبيعيد عني كده ونسي أنا فين وأنا معاه وعمل حاجة أنا ما قلت لهش يعملها آه يبقى أنا اللي سرحت فهو سرح لو أنا مركز هتلاقي مركز معاي هي دي هيبقى حالك كده أن هؤلاء الخلق عبيد مربوبون مقهورون في قبضة الملك جل جلاله فكلما صح حالي معه صحح أحوالهم معي بس خلاص يبقى أنا لو حد بدأ يزعلني يا راب توبت على طول يعدلوا مش هو قال كده أنه في مرة رجع البيت لأ فيه عسكري في البيت فرايح مع أصحابه فدخلوا هيشوفوا العسكري استنوا استنوا هنا ادخل شوفوا الطينة اللي هناك دي اللي في الحيطة دي شيل هرميها فدخل رح قالع الطينة ورميها برة رح العسكري خارج فبيقولوا للشيخ ايه ايه اللي حصل بقى قال لهم أبدا كانت الطينة دي من وجههم فيه شبهة فلما زالت الشبهة زال صاحبها قالوا مصلاً كنت جبتها تطينة دي هي في حتة ويعيت هنا في السقف فجبتها تطينة من عند الجيران ليستها فيبدو أن المال ده مش حلال فلما شلنا الحرام ده طلع الحرامي التاني هو كده تعاملوا مع ربنا كده فرحون بالله سعيد بالله لما شوف حد ينكد عليه يهتفت يروح النكد ماشي تلسه بقول لهم دورونا في المحاضرات القديمة كان في محاضرة زمان اسمها النكد اسبابه وعلاجه أحياناً بتلاقي في واحد كده متجوز واحدة هي نكدية تجوز النكد لا مارزة أو هي جوزة نكد برضو بييجي كده أحياناً بيبقى فيه كده عارف أحياناً تبقى إيه الدنيا زي الفل وقاعدين بيأكل ويشربوا والعيال والدنيا زي الفل وبقاعدين تقول له أمي مالها ماتت ماتت من عشر سنين فيه هو النكد بقى وخلاص فالشايد إيه إن أحياناً بيجي لك النكد قال إيه هل هذا ستري مسبل وهذا بابي مغلق ولم أقرأ وردي البارحة فمن أين أتيت ها تبدأ تدور بقى الزعل دجلك من الأصل إنك فرحم بربنا أنا فرحم بيه ترجمة نانسي قنقر غير بقى اشتركوا في القناة